خلونا دلوقتي نصبح على زملتنا دينا شرف ونتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات صباح الخير عليك يا دينا صباح الخير يا محمد صباح الخير يا من صباح السعادة والتفاعل على كل مواصلين في كل مكان بدأتوا تحسوا أن الجو بقى برد شوية آه يا دينا إيه الحكاية الدنيا عمالة كل شوية جوية بقى أبرد من أعوض بنتي من قعداء الشتاء يعني أصدقاء الشتاء أصدقاء الشتاء خلونا فعلا دلوقتي نستعرض مع حضرتكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر هنبدأ معاك وجولتنا من محافظة القاهرة وتحديدا من كبري أكتوبر اللي بيشهد كثفات مرورية وتباطؤ في حركة السيارات أعلى الكبري ده بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس والمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر وشارع رمسيس أيضا بيشهد كثفات مرورية هتبدأت التدريجية لحد ما نوصل لغمرة وكبري 15 مايو المتجه إلى المهانسين عليه كمان كثفات مرورية أما شارع بورسعيد من نازلة كبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة زاوية الحامرة في كثفات نسبية عند الوايلي والحد كبري الساحل والأمرية والكونيش من المضلات إلى وسط البلد في كثفات مرورية بسيطة ومتقطعة كمان هناك برضو المتجه إلى المؤسسة في سيولة مرورية مع عدد بعض الكثفات عند المضلات نكمل معاك جولتنا ونروح محافظة الجيزة الطريق الدائري بيشهد سيولة مرورية بعد فتحه وإلغاء التحويلات التي تعملت أثناء تركيب الكمر الحديدي عند منطقة البراجيل فتح الطريق طبعا خفف الضغط على المهانسين ومحور صفت اللبن ومن الطريق الدائري إلى محور 26 يوليو المتجه إلى أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لكن المتجه المهانسين في الكثفات المعتادة ده قبل طلعة الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك ولو كان من الكبري 15 مايو في برضو كثفات بسبب أعمال التوسعة الطريقة شارع الهرم بيشهد كثفات مرورية الكثفات دي بتزيد مع ساعات الضروة الصباحية كمان بقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات لكن في كثفات للمتجه إلى كبري الجيزة المعدني بالنسبة لشارع فيصل في كثفات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كبري فيصل كمان بتظهر كثفات تانية في شارع سودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة حد ما نوصل لمناطق بلاء ومبابا بالنسبة لمحور صفت فيه كثفات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة ونروح مع كل عروس البحر الأبيض المتوسط ومخافضة الجيء الأسكندرية فيه كثفات مرورية عند كبري استالي وعلى طول الكورنيش فيه كثفات كمان متفوتة عند الإشارات بطول الكورنيش لكن باقي الشوارع الجنوية فيها سيولة مرورية نسبية شارع جمال عبد الناصر فيه كثفات مرورية عند تقاطع مع محور محمد نجيب ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثفات مرورية لكنها متحركة نكمل جولتنا المرورية ونروح أسوان هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية وده على طول الشارع هنلاحظ أن فيه كثفات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثفات مرورية كمان أيضا فيه كثفات فيه شارع الحددين وشارع الإمام الشفعي والطريق المؤدي إلى مساشف أسوان الجامعي فيه برضو بعض الكثفات المرورية من جولتنا في شوارع مصر المختلفة تعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة الطقس سيكون معتدل على القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد فيه رياح موتي الرمال والأتربة على مناطق من القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة فيه كمان فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ده على فترات متقطعة درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 25 وأعلى درجة حرارة هتكون في أبو سنبل 33 وأقل درجة حرارة في كاترين 19 درجة هنتابع مع حضراتكم التقص بالتفصيل بعد شوية لكن خلوني أرجع مرة تانية لمحمد ومنه علشان نبدأ معكم فقرات صباحية مصر شكرا لك يا دي شكرا لك